ياهالحنا حاليا في شارع الرشيد حتى نشوف اقدم دربونة النملة توفكم الاماكن التاريخية الموجودة في هذا الشارع هاي لبيوت البغدادية القديمة هاي الشناشي لجimat في DuckTrum بت قديمة قالت عامل هذه في السوق العربي من اهم معالم شارع الرشيد. سوق جنوت سابقا وصفوا لي بيت باسل بهية منزل باسل بهية واحد من تجار نسيج العراق واحد من أقدم البيوت الموجودة في بغدار طبعا مغلق طبعا رايح البيت الوتار هذا من أقدم البيوت الموجودة بالشواكه هذا اللي صوروا به مسلسل خان الذهب تعالوا خلنا اخذ هذا البلن البيت الوتار البيت الوتار تعال خلنا اخذ هذا البلن اصدقائي الله الرحمن الرحيم نصعد البلن كابنا البلن ابتجلة متوجهين منطقة الشواكه حتى نصوروكم بيت الوتار اللي صوروا به مسلسل خان الذهب يصير بهذه الجهة من شارع رشيد للشواكه هكذا القصر اصدقائي من شاء الله ما بقعنا شي ونوصل له هذا بيت الوتار اصدقائي اللي صوروا به خان الذهب من أقدم بيوتات بغداد اللي موجودة بالشواكه واحد من أجمل بيوتات البغدادية القديمة هذا بيت الوتار من أقدم البيوتات اللي موجودة بالشواكه شوفوا الشبابيك شكت حلوة بعدها على قدمها والباب شوفوا المقبض مالتها شوفوا المقبض مالتها شكت حلوة هذا هنا موجود فد نبذة تهريخية عننا هذا البيت التحفر شوفوا الشبابيك شوفوا البيبان شوفوا التخو مش قد حلو هاي النافورة اللي كانت تتوسط مثل ما نسميه الحوش ما شاء الله شوفوا الدنق شغلات انتيكات تحفر شوفوا ميز كلش حلو زين هاي ميز مال طعام تعالوا خلنصعد للطابق الثاني ونشوف تفاصيل هذا القصر التحفر هذا الطابق الثاني أصدقائي شوفوا ما شاء الله بداعة هاي اهنان الغرف طبع هذا صار للتصوير أكثر شي ناس صور به شغلات تاريخية وتراثية شوفوا طلالة البالكون اللي صر على دجلة شي كلش راقي شوفوا ما شاء الله هاي دجلة الجهة الثانية البنك المركزي وشارع الرشيد تصميمة جيد حلو طبعا مو قصر شي بداعة وتحفة تراثية موجودة ببغداد شوفتوا جيد حلو شوفوا دجلة وراك يصير مباشرة طبعا هذا من أجمل القصور بصراحة اللي موجودة في بغداد وحقيقة ما شايفة قبل مثله بتصميمة وبطرازة شوفوا هذا الطابق الثاني جيد حلو الله واي غرف بي كل شو واي غرف بي دجل شوفون جمال هذا القصر والتحفة باعوا طرازة باعوا تصميمة هاي السقوف مات الحلوة هاي الدنق الحلوة شوفوا التخم جيد قديم هذا كلاسيك حلو هاي غرفة الفنان سامي قفطان والفوقها مباشرة غرفة غسان غرفة سامي قفطان يقولوا لي طبعا نشوية مقفولة بها صيانة هاي غرفة سامي قفطان غرفة غسان يقولوا لي جابنا يرجعنا يلا عم البلام رجعنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم وليوم صاد هاي السمجة يوم غداك هذا ايه هذا كفوك جلد نمو